كرامة والحقوق وتوفر العيش الكريم للمواطن وتضعه في قلب التنمية المستدامة وفي صلب المشاريع التنموية التي تستجيب لانشغالاته وتطلعاته في الارتقاء بمستوى العيش وتوفير الخدمات الاجتماعية الضرورية جمعة مباركة وجمعة للحمد والشكر لله عز وجل على نعمه ورحمته الواسعة وفضائله وخيراته وغيثه الفياض على هذا البلد الأمين أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله يؤدي صلاة الجمعة بمسجد الخلفاء الراشدين بمدينة خريبكة أنا أبوهما صادحا فأراد ربك أن يبلغوا ما شدهم ويستطيش كنزهم رحمة من ربيك وما فأنته أنا ليك ذلك تعوينه لم تستطع عليه صبرا ويسألونك ويسألونك أذي قرنين وسأتلو عليكم منه ذكرى إنا مكننا له فيها دواء جايناه من كل شيء لسبابا فتا بأسا من حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين الحميعة وجدها تغرب في عين الحميعة قرنا ياد القرنين إما لا نحذر وإما لا تتخذ في الحسنى صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم وصل الله تعالى واسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد محمد أشرف واخلوقين وعلاغا آله وصحبه وسلمت لي روى إمامنا مالك عن أبي الزناد عن الأراج عن أبي الزناد رضي الله ونقال قال مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام اخطب يوم الجمعة فقد لغوت وفي حنيث آخر ومن لغى فلا جمعتنا أنصت رحمكم الله أنصت رحمكم الله أنصت يغفر لي ولكم الله اللّه أكبر اللّه أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله هيا على الصلاة هيا على الصلاة هيا على الفلاح هيا على الفلاح اللّه أكبر اللّه أكبر اللّه أكبر اللّه أكبر اللّه أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله